موسيقى مسهم حياكم الله مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجلس طارق المحياس في هذه الحلقة اللي بتكلم فيها عن فيلم تشيلو وعن من إنتاج رزام وما أدراكم ما تشيلو وما أدراكم ما رزام مسهم حيهم من زمان ما بوهرت امبهرت شديد نقال بوهرت ولا امبهرت من زمان ما امبهرت الآن الموضوع اللي بتكلم فيه في الحلقة شي كبير من الإمبهار شي كبير من الإمبهار شفت على تويتر تغريدة رزام يتكلمون فيها طبعا شركة إنتاج اسمها رزام يتكلمون عن فيلم تشيلو اللي بينفذونه مليون فيلم نفذون في السنة يعني هوليوود منصوب بوليوود منصوب شركات إنتاج عالمية كبيرة لكن ليش بتكلم عن هذا وليش الإبهار صلوا على رسول الله حطوا لي تغريدة وأنا أقراها أحد أكبر أعمال هل تغريدة اللي شدتني أحد أكبر أعمال رزام القادمة فكرة وسيناريو وإنتاج رزام مع استشارة أشهر كتاب أفلام الرعب في هوليوود وبإخراج واحد من أعظم مخرجي بوليوود لأفلام الرعب بمشاركة نخبة من نجوم العرب جزء من التصوير سيكون في المملكة قريبا هنزين فكرتهم إنتاجهم هم اللي كاتبين السيناريو ومستعينين مع أشهر السيناريست اللي في العالم مثلا كاري هايز هذا اللي أمامكم على الشاشة كاتب سيناريو اترشح لجائزة أفضل نص عن مهرجان فرايت ميتر عن فيلم The Conjuring أبرز أفلامه The Conjuring 2 White Out House of Wax Bay Watch هذا واحد من المشاهير وماخذ جوائز في كتابة السيناريو الثاني أخوان اترشح لجائزة أفضل نص عن فيلم مهرجان فرايت ميتر عن فيلم The Conjuring نفسه من أبرز أفلامه نفسه هذاك الفيلم و The Rapping The Dark Side of the Moon Beast Master وشغلات كثيرة غيرها مين المخرج؟ أحد أعظم مخرجين أفلام الرعب في بوليوود اللي هو وفيكرام بهات الحائز على جائزة أفضل مخرج في مهرجان ستار دست عن فيلم راز يترشح لجائزة أفضل مخرج في مهرجان فيلم فير عن الفيلمين غولهام وراز من أبرز أفلامه Ghost و 1921 راز وغولهام انزين إلى الآن الأمور طيبة يا طارق شو المميز في الموضوع؟ بقول لكم شو المميز في الموضوع؟ شفت بوسترات الفيلم حطوا لي أول بوستر وأنا أتكلم شو هالألوان؟ شو هالفكرة الإبداعية؟ شو هالأخراج؟ شو هالتركيبة الحلوة؟ حطوا لي بوستر ثاني مش معقول مش معقول في أفخم من تذي في أحلى من تذي في أروع من تذي حطوا لي بوستر ثالث كل بوستر منهم يقول إزين عندي وكل بوستر أحلى من الثاني وبجودة وبإتقان شي مش طبيعي وهذا إلى الآن الفيلم ما خلصوا من تصويرها شغالين فيه حطوا لي بوستر رابع يعني قعد تفكر أعرف شو هالشركة رزام شو هالقوة في الانتاج أعرف أكثر عن فيلم تشيلو واش معنى الآلة الموسيقية الرائعة هذي تشيلو اللي اختاروها عشان يكون الاسم هذا اسم لفيلم رعب وفيلم رعب التصوير سيكون بين سعودية وإيطاليا مثل ما سمعت نجوم عرب نجوم عالميين هم كاتبين الفكرة والسيناريو مستعينين بأبرز الشخصيات من هوليوود وبوليوود قلنا ما عليه ما تدري وايض دعايات نشوفها عن الأفلام في النهاية يطلع الشك بالشك على ما قالوا حطوا لي بعض اللقطات هنا أتكلم من تصوير الفيلم نزلة ولقطات لمدة ثواني وأنا أشوف البوسترات خفت كيف وأنا أشوف اللقطات الصراحة والله كلمة امبهار شوية كلمة روعة شوية كلمة إبداع شوية هب عليكم كيف شدي سويته كيف شدي سويته جد والله كيف شدي سويته يعني أنا أتوقع هذا الفيلم راح يكسر الدنيا وقت ما ينزل متى بينزل العلم عند الله توقع 2021 إذا الآن قبل ما يجهز الفيلم هالجودة وهالكواريتي لا لا خلق أقول لكم خلق أقول لكم شو موضوع كاميرا أليكسا 56 65 هالكاميرا يتم استخدامها بأشهر الأفلام العالمية مثل ما انتم قاعدين تشوفون أمامكم الجوكر وغير الجوكر أفلام كثيرة مصورينها بهذه الكاميرا والكاميرا هذه اللي هي أليكسا 65 أول مرة راح تستخدم في الشرق الأوسط على الإطلاق في فيلم تشيلو من إنتاج روزام أنزين عندهم كاميرا ثانية اللي هي أليكسا LF اسمها والله انتم لو تشوفون الكاميرات وعلي يا عليك يا طارق لو تشوفون الكاميرات اللي أنا أصور فيها بتضحكون استحي أتكلم عن كاميراتهم أنزين عندهم كاميرا ثانية اسمها أليكسا LF بيجربونها في تصوير مسلسل أيضا من فكرتهم وهم اللي كاتبين السيناريو أكيد تغريدة أمامكم على الشاشة سيتم تجربتها قريبا في تصوير مسلسل من فكرة وسيناريو روزام أنتم تشوفون شكل الكاميرا أطول مني هب عليكم شو هالكاميرا بكم هالكاميرا أصلا الله يسعدكم ومبارك لكم يا رب العالمين صراحة والله شي جبار بمعنى كلمة جبار انزين حاطين أيضا خططهم لـ 2021 شو بيسوون في هذه السنة حاطوا لي التغريدة على الشاشة خطط روزام لعام 2021 ميلادي واحد مسلسل سيصور في عدد من الدول العربية والأوروبية ها أصلا تقالي في السفر بروحها كب اثنين فيلم أتوقع لهو تشيلو سيتم تصويره في السعودية وإيطاليا ثلاثة عدد من الأغاني المنتقى لأشهر النجوم العرب أربعة وثائقي عن روزام أنا ما عرف شو يعني روزام على فكرة إذا حد فيكم يعرف حاطين أسد هل يكون معناه اسم من أسماء الأسد والله ما عندي أي فكرة المسلسل والفيلم والوثائقي فكرة وسيناريو وإشراف روزام بالتعاون مع نخبة من صناع السينما العالميين فوق هذا راح ينتجون حطوا لي التغريدة فضلا بنتجون ألبوم كامل للفنانة فريدة هذه التغريدة ألبوم قريبا للفنانة فريدة يجمع نخبة من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ترقبوا أنا لما قرأت أسامي الشعراء الصراحة والملحنين يعني ماخذين البست أوف ذا بست أفضلهم أمير الطعيمة خالد تاج الدين أيمت بهجة قمر نادر عبد الله أسامي كبيرة محمد عبية الملحنين عمر مصطفى أنا أعشق عمر مصطفى تامر عاشور الحب ديالي تامر عاشور شو بقول لك أنا غانيك تامر عاشور كثير أحبك محمد رحيم وليد سعد خالد عزرامي جمال إسلام زكي أحمد المالكي ملحنين أكبر الملحنين وأكبر الشعراء طيب لما رحت فوق في البايو عشان أقرأ رزام شو كاتبين عن أنفسهم وشو معرفين عن أنفسهم كاتبين فل بروديكشن سيرفيسز ميديا بروديكشن إنكلودين سونجز موفيز تيفي سيريز تيفي بروغرامز يعني أي شي فيه إنتاج فني وإعلامي هم يسوونه بأفخم طريقة الحين قاعدت تتخيل أنا فيلم تشيله والله إذا على كل هالإمكانيات وكل هالإعلانات وكل هالجودة وكم كله فأصلا هب عليكم وعلى شركتكم ما شاء الله لقوة الله اللهم أطرح فيكم البركة لا شي رائع شي جبار شي جميل جدا والله العظيم مجرد ما سمعت الخبر قلت لازم أصور حلقة الشي الجميل ينقال عنه جميل باختصار الجميل ينقال عنه جميل ما راح أصبر لما ينزل الفيلم وشوفه لا 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 قلت أتكلم وأعرض شغلاتهم وهم شو كاتبين عن أنفسهم شو معارفين عن أنفسهم إذا كانت هذه الشغلات اللي بيسوونها هي بداية انطلاقاتهم فأنا أتوقع أنها راح تكون شركة عالمية في فترة وجيزة جدا 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 وعلا تنسوا أخوكم العبد الفقير لله ده بتدعمونا يعني والله شغلوني عندكم ما تبعون موظف استقبال ما عندي مانعا والنس كفية مالي اللي أسويه ما في حيلة ولا ليش ترومون أنتو عطوني عطوني راتب من غير وظيفة مرافق مرشد سياحي واتفر طلعوني بلقطة بالفيلم يلا ترى دونالد ترامب طلع في هومالون تدرون لو ما تدرون فيلم هومالون أغلب جيلي حافظين هومالون عم ظهر قلب حطوا لي اللقطة ونتكلم وقال دونالد ترامب في هومالون طلع لمدة ثلاث ثواني ثلاث ثواني فقط إنما كاولي كولكن الطفل بطل الفيلم كان أنا ما كنتم حاضرة حق هالشي بس عطاري كان ماشي في الممر فيسأل واحد وين الإكزت قال له هناك الإكزت وراحوا مشاهدة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آه سابقا مش الآن لام بايدن فطلعوني أي شيء والله بالفيلم شوفوا لي لقطة لمدة ثانية حتى لو سوي باي باي من بعيد فما ننتظر منكم إلا نشوف شيء جبار بالتوفيق في فيلم تشيلو لعودة ثانية بإذن الله تعالى راح أتكلام عن تشيلو بعد ما ينزل بإذن الواحد وعلى عقبها الولوالة كلها خلا شوف ما تعزموني على العرض الأول والافتتاح لتشيلو والله لا سوي لكم فضيئها لكم الحب والتقدير والاحترام ضيفوهم أمامكم على الشاشة الآن تويتر هذا اللي عندي مالهم تويتر ما دري إذا عندهم شغلات ثانية أتوقع أنهم يكسرون أم الدنيا وأتوقع أنه فيلم تشيلو يكسر أم أبو أم 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 الدنيا لكم الحب والتقدير والاحترام ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة